اشتركوا في القناة بالنجمة المدافعة خليل غانم في هذا المساء الجميل وايضا في برنامجنا ترتيب ومساكه غير ان شاء الله ياهلا سهل مساك الله بالخير ومسيكم ومسي المشاهدين الكرام يا مرحب ياهلا سهل اكيد وايضا لا ننسى ان الرحب بضيفنا الدائم اللي راح يرافقنا في هذه الحلقات من برنامج ترتيب في القسم الرياضي وبالتحديد يثري العنصر الخاص بخبرة المستطيل الأخضر لاعب المنتخب في الإمارات السابق ماجد اللغاي حياك الله ومساك الله برخير حياك أخي أخي أمار رحبك ورحب المشاهدين الكرام يا مرحب السلام طبعا اليوم حديثنا عن المستطيل الأخضر والرياضة وأيضا الجيل الذهبي نعم ما هو الجيل الذهبي والله بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد يمكن هذا اللقب الحمد للعالمين أننا شرفنا بأن نكون من جيل الذهب الذي أطلق علينا خاصة أننا نرى والحمد لله أننا جميع الجماهير في هدوة الإمارات يرى أننا قدمنا مجهود ما أقول لك مستوى مجهود كبير بحيث أننا قدرنا من خلال ذلك الفترة أننا نرفع شأن الكرة الإماراتية في مجال كرة الغدل صحيح ساهمنا في هذا الشيء يا سلام طيب نحن أكيد بهذه الذكرة الجميلة من الجيل الذهبي أنا أم مايد اليوم ترتيبنا ترتيب وياك إن شاء الله في هذه الحلقة مايد لما نتكلم عن الجيل الذهبي دعنا نأخذ موضوعنا بالذكريات الجميلة لو نرجع للأرشيف شو اللي ممكن يراودك والله اللي راودني في الأرشيف الشي الغريب أن الكابتن خليل غانم سجل هدفين من أربعة اللي صعدنا فيهم لكاس العالم رغم أنه مدافع إلا أنه صعدنا سجلنا أربع هدف هدفين الكابتن القدير خليل غانم وهدفين كان لعب القرن عدنان طلياني أيضاً هم كان هدف في نادي الأهلي هي نعم وفي الخليج يا سلام يمكن ذلك الفترة قلت لك احنا كلنا هدفنا واحد يمكن بعض الأشياء يمكن الجمهور يمكن أن يعرف إن كان بداياتي ما كنت مدافع يعني كنت ألعب مهاجم ممكن مداياتي ما كان بعد في نادي خور فاكان قبل ما يسمى نادي الخليج صحيح أكيد أننا عاد خور فاكان مرة ثانية الحين هي أرجع خور فاكان فكنت ألعب في نادي اليرموك في منطقة خور فاكان في منطقة الأولية في منطقة الأولية وبدأت أنا كمهاجم وليس مدافع لكن اللي غير مركزي في ذلك الفترة يمكن الكابتن جال طالبي بعد الاندماج هو رأى أن أنا أملك بنية جسمانية قوية ويحتاجوني في هذا المركز بأن أنا كان ميولي أن ألعب مهاجم وكنت أساهم في بعض المرات سواء كان في الهجمات المرتدة أو الكورنرات أو هذا بإني أساعد أخوان مهاجمين سواء كان على مستوى المنتخب أو في النادي بإن أحرز بعض الهداف ووفقت الحمد لله بالعالمين في بعض المباريات جميل طيب يعني كابتن أنت هداف وأيضا مدافع اليوم بنكشفها من خلال مايد مايد أكيد أنت عندك بعض الأسرار اللي اليوم رح نكشفها إن شاء الله لمتابعين برنامج ترتيب خبرنا خليل غانم كيف هو في الملعب استعداداته خبرنا عن بعض الأسرار اللي يمكن هو يتحفظ عليها أنه ما يذكرها أمام الجمهور وكل محبينا والله بالنسبة للكابتن خليل غانم لما تبحث بحجم تاريخه تصعب عليك أن أنت أتيب الموقف الفلاني أو يمكن أنا جدبني موضوع بعد كأس العالم 90 الكابتن خليل غانم التعرض لإصابة قوية لقطع في الوتر وقف بعدها سنتين ولكن خلنا نرجع قبل الإصابة كان يعاني معاناة شديدة من الإصابة هذه وكان يرضرب أوبار كرتوزون لجل أنه يتحامل على نفسه ويلعب ولما يخلص المهمة اللي عليه بعدها نفكر أنه يتعالج يا سلام طيب يعني نحن كابتن خليل بناخذ معك هذه الذكرة هذه طبعا الأمور اللي يمكن عشتها بفترة من الفترات في المستطيل الأخضر يعني من اللحظات الصعبة في حياتك شوف هي مو بصعبة بقدر ما أنت تحاول من خلال تواجدك نحن كلنا في مجالة يعمل لأجل هذه الدولة نحن كرياضيين عندنا هدف و لا بد أن الحقه هو النهوض خاصة في مجالنا الرياضي و بالخاصة كورة القدم بالنهوض في الدولة في هذا المجال اليوم عندنا هدف و عندنا شيء نسوي أنا يمكن تعرضت فعلا ما يقول كابتن مايد تعرضت لإصابة قبل بتغيس العالم بالأكيلس بالوتر الخلفي كرام و طبعا هذا واجب واجب وطني صحيح و قدمه من خلال من خلال الرياضة و فعلا أنا تحامل على نفسي و ضربت كرتزون أشارع في المباراة هذا ما سبب لي فعلا قطع في الوتر الخلفي كنت أعي أن هذا الشي سيحصل لي لكن إذا أنت بترجع على خدمة وطن أو أنتم كرامة لقدمك فأخدم الوطن ولا شيء صحيح هذا فهذا الشي ما يكون في ثهنك أنك أنت عندك واجب من خلال تقوم فيه لابد تقوم بأكثر من شيء فعلا دولتنا والمواطنين بشكل عام حريصين في كل مجالات يقدمون كل ما لديهم بخدمة هذا الوطن و هذا الجانب الذي نخدم فيه أنا أرى أن الناس قدموا أكثر منه لكن هذا جانب أو شيء بسيط ما نقدمنا للدولة دائما كبتر خليل نحن نقول أن الجيل الذهبي الذي سبق و إن شاء الله نأمل هذا الجو و هؤلاء الجنود يرجعون في الأجيال الحالية و أيضا يحققون ما حقق هالأجيال السابقة طبعا مهايد أنا ما عشت أجواء الرياضة بتفاصيلها طبعا سبقتني بفترة طويلة في هذا المجال و أيضا بخبرتك في المنصطيل الأخضر أنا أريد أن يعيش معك جو الفرحة و السعادة بالنسبة لي اللاعب خليل غانم بأبرز الأهداف أنت بداية كبرتني يعني أعطيتني يا عمر و الله بي بي خبرتك في المنصطيل الأخضر أنا أقدر أعطيك ولكن إذا تذكر مواقف الكابتن الكبير خليل غانم ممكن كان هدفه على الصين بعد ما كنا متأخرين و في الدقيقة 43 44 أعاد لنا الروح أعاد للشعب الإماراتي أعاد لدول الخليج للأمة العربية الروح بعد تسجيل هدف التعادل و بعد هذا الهدف يمكن بعدها بدقيقة بدقيقتين أحرز عدنان الطلياني هدف الفوز في ذاك الوقت كان الصين يمكن يعد أقوى فريق في آسيا بعد اليابان صحيح كان الصين و كوريا أقوى فريقين في آسيا هدف الكابتن خليل غانم أعاد الروح للمنتخب يا سلام طبعا في ذلك اللحظات كابتن خليل يعني نحن كجمهور على ما أظن عشنا هذه الأجواء جول للانتظار لهذا الهدف لا يعرفين سوف نفوز ولا سوف نخسر ولكن أنتو كلاعبين موجودين في هذا الملعب كيف كانت مشاعرككم في هذه الحظام الحقيقة مثل ما قال الكابتن منتخب الصين كان منتخب من أقوى منتخبات آسيا و كان هزيمته شيء غير متوقع خاصة بالظروف التي مرت فينا قبل البطولة هذه يمكن كل人 عرف هذه الظروف استقالة سمو الشيخ عبدان بن زايد ذي كل فترة و ذهابنا البطولة هذه كأننا رغم المصاعب النفسية هي النواحي التجهيزات كانت جاهزة كل شيء لكن تلقى أننا كنا نكون كل الحب والاحترام والتقدير لسمو الشيخ حبدان بن زايد و كان ذلك الفترة كان له تأثير كبير نفسيا علينا لكن تواصل معنا و شد عزيمتنا و بكل يوم هذا ما جعلنا كأنه معنا اليوم لما دخلنا المباراة هذه بالذات المباراة الصين كانت تعتبر من أقوى المباراة في البطولة مع الصين و تفوق معلنا بهدف كان لها أثر قد يكون سلبي للجماهير خارجي خاصة مكانة الصين الرياضية و الكروية بكرة القدم لكن كلنا عزيمة بأن لن نظهر بالمباراة هذه أقل شيء بالتعادل وجودي أنا في الخط الأمامي خاصة في الفاولات أو الكورونارات هذا أمر طبيعي أنا كان الأمانة يعني كان كل المباراة أحس أنه ممكن سجل فيه هدف أحس أنه قادر عن يسجل هدف خاصة هناك في دفع معنوي كبير أذكر ما قبل البطولة هذه كان كابتن شيرول كان زقالو شيرول لكن نحن معرفتنا بزقالو كانت توهى لكن شيرول كان معنا من فترة طويلة وكان أذكر ما قبل المباراة كان التجهيز لدخول ملعب كان يرمي الكور عشان الهدرز وكان يقول اليوم أنت بالسجل اليوم أنت عندك القدرة على التسجيل لازم تصدق نفسك أنت عندك القدرات فهذا شيء حافز كبير لنا وخاصة الحافز موجود عشانا بالنسبة لي لأنني عندي ثقة أنه ممكن أسجل طبع هي كله بيدرس سبحانه وتعالى لكن لا بد أنك في عزيمة وثقة بنفسك حتى تقدم أعتقد المباراة هذه نقلتنا نقلة كبيرة خاصة مباراة الصين كونك أن أنت تقدر تتقلب على منتخب الصين في ديكتين والكل يشاهد رجعت الثقة في أفوسنا رجعت ثقة الجماهير فينا أربكت وأخافت الفرق اللي بعدها اللي ابتلعب على البراس وكاننا بقلنا ثلاث مباريات مع قطر والسعودية وكوريا الجنوبية فقدرت أن نعطلنا مكانة قوية أو وضعية جيدة خلال البطولة هذه والحمد لله بالعالمين قدرنا الحمد لله تم اطلاق أيضا نجيل مهدي علي في المنتظر ما هو المشكلة النقطة الثالية اللي تكلم عنها بثلاث لعبين فقط أيضا ما نقلت لك ونحن دايما نقول كلام نصدق أنا مستغربي هناك أشياء واضحة لكن نحب نصدقها صحي مثل حتى مهدي كان فترة فترات مع المنتخب الشباب وطلق العلام كله أن هذا هو منتخب مهدي صحي قال لي من سنة 2008 إلى حتى الحين صحي كأس العالم اللي كانت في مصر نعم طيب أنت ليش طلقت المسمى هذا كله أنت حملت مهدي فوق طاقته وانسبت لمهدي شيء الصراحة مبله صحي وكان تركيز عثاث عظيم فقط في لأن حتى من الجيل حاليا اللي يقول لك أو جيل مهدي منه حاليا معاه تواجد معاه في المنتخب من هذه الأيام كان في حمدال كمال في عام في الجماعي لكن الجيل حاليا يمكن لا علي مبهود ولا عمر ولا اسماعي ولا مهند ولا حمادي ولا ذلك كلهم موجودين فعلا يعني ممكن تكون تساؤلات كثيرة كابتن خليل في هذا الجو أو في هذا الإطار من الرياضة وأيضا عن المنتخب الإماراتي فيه طبعا سؤال من بعض الأشخاص التي نحن خذنا معاهم من الشارع الرياضي بسؤال موجه للكابتن خليل غانا دعونا نتابع هذا السؤال قبل أن أرجع أنا أحد ابناء مدينة خورفكان ومحبين هذه خورفكان نحن طبعا نسال من عشر سنوات فريقنا في الدرجة الأولى شو الأسباب فريقنا ما صعد لأن دور المحترفين نبغي يعني وعننا ما شاء الله في خورفكان نجوم من الجيل الذهبي تسعين موجودين إذن مشاهدين كان هذا أيضا أحد الأسئلة من الشارع الرياضي كابتن خليل والله أشوف المفروض نحن نواكب تطور يعني يعني يمكن نحصر تطور فقط على فرق دول المعترفين المفروض يكون تطور يشمل لندية بشكل عام اليوم نادي الخليج محتاج إلى التخصص صحيح التخصص في كل مجال يعني نحن اليوم تتكون مجالس الإدارات من تسع العضاء الرئيس وثمانة معه أنا أتكلم عن نادي الخليج ما أتكلم السؤال موجهة نادي الخليج صحيح فلما نتكلم عن مجلس إدارة يكون من تسع شخاص رئيس وثمانة معه منها الرئيس ونائب الرئيس وأمين سر العام ومدين المال وعلاقات العام وغيرة وغيرة والمطلوب منهم أن يدوروا منظومة كاملة كرة القدم والعاب الجماعية منها العاب القوة والدراجات ولا 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 يخي ما يستي صحيح ما يصير وبعد ذلك الاتجاه كله أنا هنكون واضحين كرة القدم هي اللي بشعبية في العالم كله صحيح اتجاه الإدارات كلها لكرة القدم وكذلك مهملين العاب الجماعية وشك كيفهم هذا واقع اليوم عشاننا مواكب التطور مولك احتراف مواكب التطور الرياضي لابد أنك فصل صحيح في دارة صحيح ما يكونك في شركة مختصة في كرة القدم صح وفي مجلس إدارة مختص في العاب الجماعية عشاننا أعطيهم حقهم جميع نعم طيب كابتا خليل أخيرا وبشكل سريع بما أن أطلقوا على الجيل ابن أيام الطيبين الجيل الذهبي اللي هو جيل كومنتو نعم إذا تركت لك اليوم اللحقي بأنك أنت تختار لقب لهذا الجيل الحالي شو ممكن تعطي لقب والله من الصعب أنا ما عندي ألقاب يمكن الناس تطلق ألقاب على بعض الأشخاص لك أنا أبغي من الأداء اللي يشوف من لعبي المنتخب من أيضا النتيجة اللي يشوفها في نهاية المباراة من النقاط أيضا اللي يحصلون عليها شو ممكن اللقب اللي يحصلون عليها حاليا بغض النظر عن والله صدقني صدقني أنا حتى لو ييت أنت حاليا وقلت لي لو لا أطلق على جيل نحن الجيل الذهب لا يمكن أطلق عليه هذا الاسم صحي لأن هذا شي يطلع من الشخص نفسه في وقت معين في وضعية معينة فهنا من الصعب قبعة النتاج الإيجابية بس نقول لك نحن ما وصلنا له هي بس في نهاية هذه الفقرة كابتن خليغانا من أشكر كل الشكر على وجودك اليوم معنا وأيضا إثرائك لحديثنا في المجال الرياضي كل الشكر لك تسلم واشكرك واشكر القائمين على هذا العمل وإن شاء الله نكون ضيوف خايفي على مشاهدين بلا شك ما قصر ونشكرك كابتن مايد لغاية نشكرك أيضا على وجودك اليوم معنا وإثرائك لحلقتنا في الشارع الرياضي شكر موصول لك الكابتن القدي شرفتنا ونورتنا يا بغاية سأعطيكم ألف حافية إذن مشاهدينا كانت هذه ختام فقراتنا الثانية سنتقل لفقراتنا التي عقبها ومن برنامج تعتيب سنعود لكم